الرقبة الإدارية لسه شغالة النهاردة ما جابتش فلوس النهاردة ما جابتش فلوس لكن جابت ايه؟ جابت ايه؟ جابت تقصير وخدوا بالكم الفساد مش فلوس بس الفلوس جزء من الفساد لكن الفساد الأكبر أن يبقى فيه شخص مسؤول عن أداء مهمة ولا يقوم بيها ويقصر بيها فهذا فاسد لأن فيه ناس كتير فهم من الفساد معناها الألمونية لا أو الفلوس بس الألمونية دي عندنا في منتة الانتاج الإعلامي دي كل يقول لك ما فيش ألمونية ما فيش فلوس لكن القصة أنه النهاردة هي ترقبة إدارية كمان بتقول أنه لما تروح لمستشفيات فتلاقي المفروض النباطشاب بتاعت الدكاترة فيها عشر دكاترة فما تلاقيش غير واحد أو اتنين وفيه تمانية ضربين عوافي عشان بيروحوا أعداد خاصة أو بيعملوا سبوبة برة ده يبقى تقصير وفساد لما تخش المخازن بتاعت المستشفيات فما تلاقيش الأدوية اللي المفروض مصروفة للمستشفيات فتبقى تهربت من برة برة عشان بتتبع في السجدات الخاصة أو تتبع في السوداء أو تتهرب أو بتاع ده يبقى تقصير وفساد لما تخش مدارس فتلاقي إنه المدارس المتهلكة والنهاردة شفنا مجموعة من الحوادث لا تحدث إلا في مصر حوادث مدرسية لا تحدث إلا في مصر أنا ما كنتش حابب الحقيقة أسمى بدانكوا بقى بخبرين وحشين قلتكوا حلقة كلها مزاج بس في النهاية أدي سنة الله إنه عندنا السراء والضراء النهاردة أعتقد في أسيوت لو أنا زاكرتي صح ولد صباعة أطع قضاء الله وقدروا ونحن مؤمنون لكن إيه السبب إن باب المدرسة الكبير باب مش باب الفصل باب المدرسة بقى اتقفل عليه اتقفل عليه ليه عشان نتيجة التدافع وعدم النظام والراجل بتاع المش عارف إيه بيقفل الباب عشان يمنع المش عارف كذا لو قد إيده تزنقت في البتاع صباعة أطع والمشكلة المشكلة إنه هو ابن راجل غلبان لما بحثنا أبوه راجل غلبان صناعي غلبان كان بيربي ابنه بيعلمه علشان ابن دا يتخرج فهو اللي يقف جنبه ويعينه ويعيله فدلوقتي ابنه زبعه اتقطع طبعا الحمد لله يعني لسه بصحته وبتاعه ربنا يعافيه ويقدر يشتغل ويبقى أحسن ناجحين بس في النهاية حصلت لعاها فبدل ما يبقى هو اللي مستنيه كذا حيفضل هو اللي يعيله وكذا ده بسبب برضو جزء من الإهمال من يومين في مروحة نزلت على دماغ طالب في مدرسة مش فاكر برضو في محافظة ايه ولو تفتكنوا من سنة لوح إزاز مكسور نزل على رقب التولد في مدرسة اعتقد كان في مطروح باين ولا مش فاكر فين ده معنى ايه قضاء الله يقدروا ولا كلمة هو أعمار الولاد ولا كلمة بس إحنا عندنا هيئة متهيئة لي يعني في وزارة التربية والتعليم اسمها هيئة الأبنية التعليمية يعني هيئة الأبنية التعليمية دي ملاقاش علاقة بالتعليم ملاقاش علاقة بالمناهج ملاقاش علاقة بالتربية السلوكية والأخلاقية والدينية ملاقاش عقابة خالص اسمها ايه أبنية أبنية يعني مباني حجر جماد هي بس قصتها في المنشأة التعليمية وشغلها الأكتر على فكرة بالمناسبة يعني المفوض يكون في الصيف المدرس شغلها الأكتر في الشتاء هيئة الأبنية التعليمية دي شغلها في الصيف لما يخلص المسلم الدراسي تقوم نازل بقى الهيئة دي هجمة على مدارس مصر تشوف ايه السقف اللي قاية للسقوط وتصينه مروحة اللي بتلفة على الفضي ووضع انه صواملها فكة فحتنزل تطير قابلت العيال فتصلحها ازاز مكسور مشروخ تعرف انه هو ينزل يقطع ايد ولا رقب تود ولا يعوره حتى في اصبعه فتغير لوح الازاز باب المدرسة ما ميل شوية مش عامل فتعرف انه حيقع تعمل كزا فتعدلو دي شغلتها وهنا وهنا دي محدش يقول لي نقص امكانيات انا في حاجات تانية كتير في الدولة صبرين وساكتين عليها ومستنين تتصلح لان العين بصيرة والايد قصيرة لما تيجي فلوس نضخ لكن دي ان انا صلح صمولة ولا ربط صمولة ولا غير لوح ازاز ولا لاقي مروحة بتلف على الفضي ومش عام ايه فحتنزل تلف تاخد رقبت ولادي دي ما انا شارك بالامكانيات دي ليها علاقة بالضمير دي ليها علاقة دي ننزل وتابع وشيك وصين وشغل ضميري